ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنكلمكم على إيه؟ هنكلمكم على الفوبيا أو ما يقال عليه الرهاب وأول حاجة حابين أن احنا نتكلم إيه الفرق ما بين الخوف وما بين الفوبيا أو الرهاب الخوف بيبقى شيء مبرر من حاجة معينة بيبقى حاجة لحظية يقدر أن الواحد يعملها ولكن بيعملها بعدم أريحية وبيبقى فيه مشاعر ألق مسيطرة عليه لكن الفوبيا بيبقى خوف متزايد غير مبرر بيبقى معيق بيبقى دايما معاه سلوكيات من التجنب بيبقى أحيانا كمان معاه نوع من أنواع الإعاقة يعني الشخص ما بيقدرش يعمل الحاجة دي أو يمارس نشاطاته الطبيعية اللي هو بيقدر يعمله طيب الفوبيا دي بتحصل في سن إيه؟ دايما بتحصل في مرحلة الطفولة أو تستمر بعد كده حتى لغاية ما الواحد يوصل يبقى في مرحلة المراقة أو مرحلة يبقى شخص بالر الفوبيا لها أسباب بتبقى أسباب بيولوجية زي بيبقى عوامل ورصية زي كتير بنشوفها في الفوبيا بتاعت من الدم أو من بعض الحيوانات وبيبقى لها أسباب بيئية وأسباب متعلقة بطريقة التربية فمثلا من ضمن الحاجات اللي مهمة إن ما نعودش من الطفل صغير نخوفه من الحاجات إوعى كذا الكلب هيعمل فيك كذا أو القطة هتعطدك أو الكلام ده كله ما نخوفهش من الناس بشكل مستديم كمان عندنا ممكن أحيانا الشخصي بهو اللي اتعرض لموقف بدأ يخلق معاه الفوبيا دي زي إن هو مثلا قط خربشته خد حقنة فوجعته الكلام ده كله ممكن تبقى عوامل تؤدي إلى حدوث الشيء ده طيب هي إيه أنواع الفوبياس؟ أنواع الفوبياس بتتقسم لثلاث حاجات في عندنا فوبيا من بعض الأماكن أو الأشياء الخاصة أو ممكن خوف أو اللي بنا عليه الرهاب الاجتماعي أو ممكن الأجارفوبيا اللي هو الخوف من الأماكن المستحمة أو الخوف من التسوق هنتكلم سريعا على كل حاجة فيهم عندنا الخوف اللي هو من الخوف الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي دائما إن الشخص ما بيقدرش يبقى في مكان اجتماعي ما بقدرش إن حد بقى بيشوفه بيحس إن هو روحه بتتسحب منه وبيبقاش قادر يعملها بيبقى دائما فكرة الفشل أو الخجل قدام الحواليه إن هو مش هيعرف يقدي أحان بيحس إن صوته مش قادر يطلع في عندنا كمان الأجارفوبيا اللي هو الخوف من التسوق ده الشخص بيبقى خايف من الأماكن المستحمة اللي بيبقى مسيطر عليه إن هو محدش هيعرف ينقذه أو إن هو مش هيعرف يهرب من المكان ده الخوف من الأماكن أو كده ده الخوف من الحاجات اللي هي الاسبيسيفيك فوبيا دي بنوصا بنلاقي الناس عندها خوف من الدم خوف من الجرسيم خوف من المرض خوف من الأماكن المرتفعة خوف من بعض الحيوانات زي الكلاب أو القطط أو التعبين يعني بيبقى فيها خوف إن هو يمشي في نافق خوف إن هو يركب الطيارة خوف إن هو يسوق العربية خوف من الموت بشكل مبالغ فيه أو خوف من المرض فهي دية الأنواع اللي احنا بنقولها عليها بتاعة الفوريس طيب هل الموضوع ده يعني أكثر شيوعا في نوعا التاني هو فعلا اللقوا إن هو أكثر شيوعا في الستات عن الرجالة ولقوا إن هو يمكن هو يعتبر أكثر أنواع القلق شيوعا في الستات طيب إزاي ممكن نعالج الموضوع ده؟ الموضوع ده ببساطة علاجه بيشمل جزئين بيبقى علاج نفسي أو علاج سلوكي معرفي وهنا الهدف من العلاج إن أنا ببدأ أخلي الشخص أواجهه بإيه الأفكار اللي بتروف في دماغه دي كيه الحاجة دي وابدأ أعمل نوع من أنواع التعرض بشكل تدريجي للحاجة ديت ويبدأ يرائب سلوكياته ويشوف إن هو بدأ يضغير في الحاجة دي وفي عندنا إن إحنا ممكن نحتاج لبعض الأدوية اللي هي بتشتغل على بعض المواصلات الكيميائية اللي فيها مشكلة زي السيروتينين والنور أدرينالين الحالات تي بتجيب نتائج كويسة جدا فنتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا معانا النهاردة وإن شاء الله في انتظار أسئلتكم وانتظرونا في مزيد من الفيديوهات شكراً جزيلاً لكم